حالتان وتماثلة للشفاء ذاك ما صرحت به سلطة الميليشيا عن مستجد كورونا في العاصمة صنعا فكان الرد الذي جرى على ألسنة الناس وضجت به مواقع تواصل الاجتماعي أن ما قيل وأعلن فيه كذب ولا مبالاة وعدم مسؤولية أو اكتراث بحياة الناس وغير ذلك من التوصيفات التي تحتم معايير المهنة عدم التطرق لها بين تصريح وزير صحة الميليشيا والمعلومات القادمة من الميدان حبل من الكذب قصير وهمهمات تدور بين الحيطان المغلقة أن من تظهر عليهم أعراض المرض ويذهبون إلى المستشفى يموتون بغيره وفي ذلك إشارة للطريقة التي تتبعها الميليشيا في مكافحة المرضى بدلا من المرض وفي الوجه الآخر تفسير لتكتم الناس وتفضيلهم البقاء في البيوت فالهروب من احتمال الموت إلى الموت المحقق لن يوقف الجائحة حسب قول الكثيرين ما تقوله التسريبات وما حصلنا عليه من معلومات من مصادر طبية تؤكد أن حالات الإصابة بالفيروس كورونا في صنعال وحدها تتراوح ما بين ثلاثمائة وخمسين وأربعمائة حالة أما الوفايات فوصلت إلى خمسة وثلاثين حالة وذاك ما تخفيه سلطة الحوث الميليشاوية ليس لشيء إلا لأنها لا تأبه لحياة الناس ومع كل التفسيرات لعبة السلطة الحوثية في التعامل مع الكارثة هناك أسئلة لا زالت عالقة لماذا تكذب الميليشيا بهذه الطريقة المفضوحة؟ وما هو السيناريو المعد للتعامل مع أعداد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس؟ ترجمة نانسي قنقر